المجاز الصباحي من النشرة زيارة رئيس الجمهورية ميشيل عون لفرنسا بعدها مستمرة لليوم الثالث فشدد الرئيس عون بتصيح لإله خلال لقاءه رئيس الحكومة الفرنسية أدوار فليب على أنه لبنان مش ممكن أنه ينطر لوقت طويل أنه يصير في حال سياسي للوضع بسوريا لأنه تدعيات أنه زوح السوري على الواقع اللبناني صارت كبيرة ومعيد لبنان قدر يتحمله ولازم يتلاقي حال سريع لمعاناة النسحين السوريين ونعيكاساته على لبنان بدوره أكد فليب أنه الحكومة الفرنسية رح تشتغل على ترجمة الاتفاق يلي تم بين الرئيس عون ورئيس الفرنسي إمانيويل ماكرون وشدد على وقوف فرنسا حد لبنان وتجاوبها مع يلي بيساعده على تحسين أوضاعه الاقتصادية وأكد أنه فرنسا متمسكة بالاستقرار السياسي باللبنان مثل ما هي حريصة على الاستقرار الأمنى وبموقف تاني أوضح الرئيس عون بكلمة لقيله خلال لقاء الجرية اللبنانية ببريز أنه بلبنان في فساد كتير ونحن بيحاجل الجهة لإعادة التأسيس بس الأهم أنه حصر عنا استقرار والأمن ومؤسساتنا الأمنية ممتازة وفتنا بحرب ضد الإرهابيين وحررنا جبالنا ولفت إلى أنه اليوم وصلنا مثل ما هو لبنان ولكن البناء بعده صعب لبنان بلد مهدم مهدم معنويا كان مهدم بمؤسسات ومش عم تشتغل مهدم بمعالمه القانونية الدستورية ولوانين محدا بيحترمه مهدم بدنيته الاجتماعية كله منه نرجع نعمره عن تاني وجديد أما على الصعيد الداخلي فمن بعد ما ناقشت الحكومة بجلسة تنبارح أنهن إرادات سلسلة الرتب والرواتب وتأمين مصادر لتمويل السلسلة وتقررت إجيل البحث لجلسة رحتقعد بكرة الخميس بأسر بعرضة برئاسة الرئيس عون أعلنت هيئة التنسيق النقابية والهيئة الإدارية لربطة معلمي التعليم الأساس الرسمي في لبنان وربطة أساس التعليم الثانوي استمرارة بالإضراب لحد يدفع الرواتب على الأساس الجديد بدورة أعلنت نقابة المعلمين أنه قررت تعليق الإضراب بالمدارس الخاصة من جهته أكد وزير المالية على حسن خليل بتصيح لإله عبر موايع التواصل الاجتماعي التزامه بسلسلة رتب ورواتب وأن حق مش ممكن لحد يتجاوزه ركز سائز مجلس النواب نبيه بره على أنه سلسلة رتب ورواتب هي حق وواجب مش من اليوم من سنوات وشدد على أنه كنته بعدني متحمسة السلسلة وبدردش مع الإعلاميين شدد بره على أنه يلي عم بصير هو تجاوز وتجرع على المجلس النيابي واعتداء على صلاحيات رئاسته وخرق للطايف وبداية قتله وما يتعلى بقرار المجلس الدستوري اعتبر بره أنه القضاء على حق حتى لو ما كان على حق وهي دي المرة كان على حق ومش على حق واستغرب بره الاستناد بقرار الطعن على مبدأ التصويت بالمنادات بالمجلس النيابي لفتت كتلة المستقبل إلى أنه في محاولات متكررة لطورية لبنان للتواصل مع النظام السوري وهو الشيء اللي بيّن مؤخرا بالخطوة الانفراضية والمتفردية لأنفية وزير خارجي جوبران بسيل عبر الاجتماع مع وزير الخارجي السوري وليد المعلم واعتبرت الكتلة أنه هذا التصرف منه إلا محاولة لاستدراج لبنان لضمه لمحور إيران والنظام السوري تحت حجاج مختلفة وأشارت إلى أنه هذا اللقاء الأخير وغيره من اللقاءات المنفردة الثانية بتشكل مخالفة صريحة للبيان الوزاري للحكومة أفاد مراسل النشرة ببعلبك بأنه مكتب السرقات الدولية وقف قصاي على الحجيرة ابن رئيس بلدية عرسال السابق على الحجيرة المعروف بأبو عجينة الموقوف حاليا بتهمية بيع سيارات مسروقة والإتجار فيها دوليا بخطوة ليفتة أمر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بأصدار رخص سوائد سيارات للمرابة السعودية وأشار الأمن الملكة إلى تشكل لجنة على مستوى عالم الوزارة التخلي والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لتنفيذ الأمر رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كوريا الشمالية يلي هدد بأنه توقع الطيارات الأمريكية وأكد أنه نحن رح ناخد الخيار العسكري مع بيونج يونج إذا طرينا لهيدا الشي بس هيدا منه الخيار المفضل اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برازاني أنه الاستفتاء هو الانتصار الأكبر لشعب كردستان وأشار إلى أن الدستور العراقي بيسمح لألنا بإجراء هذا الاستفتاء وبكلمة لأله لفت برازاني إلى أنه نحن عم نأسس لشراكة مع بغداد بس الحكومة العراقية ما بتلتزم بالدستور ورفضت الشراكة وأشار إلى أنه منحق شعب كردستان يقرر مصيره ويتجه نحو مرحلة جديدة من تاريخه ختام الموجز كان معكم أليسا الروف وعلى الإخراج عباس فوقي